طيب دكتور عادل احكيلي بقى انت نقي نقي من عندك نقي من جيبك كواليس احداث انت راجل كنت مخالط بشكل مباشر للعيب منتخب مصر ومخالط للعيب منتخبات اخرى كان فيه احيانا بعض المباراة اللي بتخلص بشد وجذب كان فيه بعض المباراة اللي بتخلص بهدوء كان فيه بعض اللعيبة اللي بتعترض على تصريحات اعلامية او صحفية كنت احيانا انا شفتك وانت بتدخل وبتشد كالوس كيروش في الخناءة الاولى بتاعت مباراة المنتخب النجيلة مكما ايه المواقف اللي عدت عليك في البطاقة دي وسجلتها عندك وقلت انا مش انساها اللي طبعا تقدر تقولها انا في بعض الحاجات طعم هو مواقف كيروش دي ممكن عشان انا رأيت مصر كلها بتكلمني ما اخدتش بالي طبعا ده وجيه تلقائي تماما انا كنت رايح اقوله ان هو المفروض انت عارف في اخر في اخر عشر دقيقة كده في المباراة بيجي لهم اصحاب الحقوق في القنوات بيبلغك انا محتاج فلان وفلان وفلان للحوارات صحيح فكان مطلوب ان هو يعمل حوار في اليوم ده فكنت رايح ابلغه ان هو رايح المفروض و جاي معي يعني عشان نعمل الحوار فوجئت ان هو سابني وجري على المدرج وبدأ يزعق مع حد فهو كان بيقول وهو بصراحة محصلش تجاوز منه خالص يعني من كالوس كيروش اه يعني هو كان المشجع ده بيعمال بيقوله يعني ان انت لأ ويمشي وكده فهو بيقوله تعال انزل ضرب مكاني هو الرجل فهمه ان هو بيقوله تعالى انزل ضرب يعني خانق معي وكان ازله فعلا يعني فانا كنت عمال بقوله بعد ازنك خليك عندك ترجبه طيب ترجبه انا ما ترجبه بيقولك عادي بس وخدت الرجل عشان نعمل الحوار بتاع فانا ومخدت انش في تناغي ان الموضوع سمع كده انا فوقت ان مصر كلها بتكلمني بعد الموقف ده يعني انه يتصور ده يمكن ما هو من الموقف اللي طبعنا اكيد مش حنساها يعني طبع موقف صلاح برضو انه هو زي ما بقلتلك هو من كانش متخيل انه هو المفروض يعمل كل الحوارات دي هو حتى بعدها يعني احنا رحل المؤتمر الصحفي بعدها بيقولي انا اوه مرة في حتي عمل اربعة حوارات فيهم واحد يعني فهو بس دي لالتزامات المطلوبة يعني كان بيتضايق لا خمس لا بصراحة خلص ما حصلش طيب انا كنت وانا جاي النهاردة بفكر اسألك سؤال مهم جدا انه احنا ما شفناش مثلا صلاح او حتى نجوم المنتخبات الاخرى حاولهم جردات كده مثلا بيتلموا عليهم امور امنية انت احنا شفنا ده ابي كده وكان في بعض الناس اللي تحفزوا على ده انه يبقى فيه جردات ايه اللي بيحصل في الظروف زي انت عندك نجوم افراقية اللي هو ما نجوم اوروبا نجوم العالم كنت بيتم التعامل معهم ازاي بص هو كان فيه بس مش في الصورة يعني كان فيه مع منتخب مصر كان فيه واحد ومع منتخب السنغال كان فيه اثنين بس كلش موجودين في الصورة هو حصل تدخل مرة واحدة بس اعتقد مباراة سنغال وغينية اول ما لمتش خلص فيه ناس كتير او نطة مدرج عايزين انتصور مع اسادي يوماني فجري على طول بتوع الامن الاثنين اللي كانوا موجودين وشدوه دخلوا بيها القوضة على طول حتى لو دخلت لهم ساعتا قلت لهم هو مطلوب لحواره بتاع فقالوا لا مش هينفع دلوقتي اتطلبوا ان فيه جمهور في الملعب بعد لما الموضوع هدي طلع ساديو عمل الحراب بتاعته بعدها ما كانش فيه اي مشكلة خلصة دي المرة الوحيدة اللي حصل فيها التدخل الامني ده هو كان فيه ناس فعلا موجودة خاصة مع النجوم الكبار قوي دول بس مش في الصورة مش ظاهرين في الصورة الحمدلله لقد دنيا كانت ماشية بشكل ثالث يعني على فكرة اللعيبة للنجوم اللي الناس تقولوا عليهم يعني ساديو مانيه مثلا متوضع بشكل غير طبيعي ما بيقولش لأ على اي حاجة يعني اي حد بطلب منه اي حاجة بيعملها بينفزها ده كانت حاجة فعلا بالنسبة لي انا كنت مستمتع ان انا بشوف هو بيعمل كده يعني نفس الحاجة مثلا نبي كيتا نفس الحاجة صلاح نفس الحاجة أشرف حكيمي كل النجوم الكبار دولك لما نطلب منهم ان هم يجوا لحوارات او يعملوا مثلا فيديوز مع الديجتال او الكلام ده ما كانش حد بيعترض خالص فكتت حاجة كويسة جدا بالعكس انا شايف ان اللعيبة نفسها انت عارف الكلمات كتير اللي تقال قبل البطولة والبطولة تتلغي والناس مش عايزة تيجي واللعيبة مش عايزة تيجي انا مشوفش كده خالص بالعكس تماما اللعبة كانت مبسوطة جدا انها موجودة مقدرين جدا قيمة بحاجة اسماك اسمهم الافريقية مبسوطين ان الناس فرحانة بيهم يعني اللعبة كانت بتتبسط لما كرة بتروح مثلا لساديو فالمدرق كره يهيس طيب انت قلتلي عن الناس كلها العظيمة اللي كانوا في البطولة مين دايقك ما اكيد فيه لعيبة يعني شخصيات مين قال لك لا تمنى مش هلتزم بص في بعض اللعيبة مش الحوارات لو حارت بصراحة كان محدش كانت بيعترض خلص حتى لعيبة مصر اغلوم يعني تريزي جي مثلا في مرة كان دخل القوضة وكان القناة يعني مسرة ان هم عايزين فدخلت له القوضة وقالت طب انا خلاص دخلت وقالت له هم مسرين قالت طب خلاص اوكي ورح طالع تاني في بعض المسؤولين هما اللي كانوا بي بس مش مش في مصر بصراحة في فرق تاني يعني بيقولك لا كفاية كده لا خلاص بقى مش عايزين حواراتك يعني كفاية اللي اتعمل النهاردة بس الحقيقة الغالبية العظمة كانت متعاونة جدا يعني كانوا متعاونين اه طيب